السلام عليكم ورحمة الله طلبة وطلبات الصف الاول السنوي ان شاء الله هنحلل النهاردة امتحان تجريبي الترم الاول مادة الاحياء كان الامتحان جاي على الباب الاول من المنهج هو عبارة عن 15 سؤال في منهم اسئلة مقالية وفي اسئلة اختيار من متعدد الامتحان فقط علشان تقدر ان انت تحدد مستواك لحد دلوقتي في المنهج عامل ازاي والاسئلة بتيجي في الامتحان نصف السنة عاملة ازاي نبدأ مع بعض السؤال الاول مما يتركب الكروموسوم احنا عارفين الكروموسوم بيكون من ايه من dna وبروتين dna اللي هو يسمو الحمد الناوي ديوكسي ريبوز تمام يبقى الاختيار الاخير حمد الناوي ديوكسي ريبوزي وبروتين السؤال التاني ما المركب غير عضوي الذي يدخل فيه تركيب الوحدة البنائية للdna طيب احنا عارفين جزائقات العضوية يشترط وجود الكربون يبقى احنا هندور على حاجة ما فيهاش كربون طيب الوحدة البنائية للdna كانت ايه كانت النيوكليتيدة كانت بتكون من ايه من سكر ديوكسي ريبوز مرتبط بقعدة نيتروجينية ومرتبط بمجموعة فوسفات طيب نشوف الاختيارات مجموعة الفوسفات مجموعة الفوسفات اللي هي الpo4 سكر الريبوز لا سكر الريبوز اصلا مش موجود في dna قعدة الثايمين طيب احنا عارفين قعدة الثايمين كانت قلنا عبارة شكلها كده حلقة سداسية وطالما ان حلقة سداسية اذن فيها كربون سكر ديوكسي ريبوز سكر ديوكسي ريبوز اللي هو كانسي 5 h10O4 برضو فيه كربون اذن يبقى احنا عندنا الاختيار ياما مجموعة الفوسفات ياما قعدة الثايمين ياما سكر ديوكسي ريبوز احنا قلنا قعدة الثايمين فيه كربون سكر ديوكسي ريبوز فيه كربون اذن مجموعة الفوسفات لو انت حتى مش عارف ان هي resolved فانت هتعمل استبعاد وهتختار اللي بقى عندك اللي هي مجموعة الفسفات السؤال الثالث ادرس المخطط الذي يوضح احد على خصائص الانزيمات مدينا شكل القفل والمفتاح كنا قيلين في الشرح ان القفل بيمثل مادة التفاعل او المادة الهدف او الركيزة والقفل كان بيمثل الانزيم وفي الموقع النشط كنا قيلين برضو ان القفل والمفتاح ده بيورينا قد ايه ان الانزيم بيكون متخصص يعني بيرتبط بمادة هدف واحدة بيقول ما الخاصية التي يوضحها المخطط هل تقلل طاقة التنشيط اللازمة لبدء التفاعل ولا تشارك في التفاعل دون ان تستهلك ولا تزيد من سرعة التفاعل ولا تتخصص الاتحاد بمادة معينة دي كلها خواص الانزيم لكن هو عايز على الصورة دي الصورة دي افل والمفتاح يبقى ده بيورينا التخصص التخصص للاتحاد بمادة معينة السؤال الرابع اذا علمت ان انزيم PPO في ثمرة التفاح ينشط تفاعل الاكسادة اللي هو تغير اللون وان درجة البي اتش له تمانية خلاص غير ناشط داخل الثمرة يعني بيقول هو غير ناشط داخل الثمرة لما الثمرة انت بتقسمها وتتعرض للهوا بتبتدي تتأكسد عن طريق الايه الانزيم ده لانه بيشتغل في بي اتش تمانية طيب بي اتش تمانية يعني هو وسط قلوي فلاحظوا الصورة التي توضح نتائج تجربة لدراسة عوامل تغير لون كتعة التفاح ثم استندق مدينا التفاحة واحد معرضة للهوا الانزيم يشتغل عليها هو خلاها لونها غامل اه اتنين التفاحة اتنين سبقوا رشها بخل تلاتة سبقوا رشها بمحلول ليمون اتنين وتلاتة لونه ما تغيرش بيسأل بقى ما سبب عدم تغير لون كتعة التفاح في اتنين وتلاتة طيب انت هنا رششهم بمحلول ليمون ومحلول خل دول المفروض ان هما محليل حامدية خلاص اذا انت غيرت الوسط اللي الانزيم بيشتغل فيه احنا قلنا الانزيم بيشتغل في تمانية يعني كالوي تمام انت دلوقتي عملت في حامدي يبقى انت غيرت البي اتش اللي المفروض الانزيم يشتغل فيه معنى كده ان الانزيم البي اتش اللي بيشتغل فيه انت غيرت فهو مش هيكون ايه نشط فالانزيم هيكون غير نشط في الوسط الحامدي حتى لو انت مش عارف ان الخل واللمون وسط حمدي هتبقى فاهم ان الانزيم في واحد كان نشط وهو كان في البي اتش 8 وفي اتنين وثلاثة هيبقى غير نشط لان التفاحة عندك زي ما هي ما حصل لهاش التفاعل فهتقول ان درجة البي اتش اترش بخل ولمون ان درجة البي اتش بتاعته اتغيرت وطالما ان البي اتش اتغيرت فهو هيكون ايه غير نشط في اتنين وثلاثة السؤال الخامس ادرس الشكل التخطيطي ثم استنتج مدينا هنا مونيمرات حصل لها عملية واحد ادتنا بوليمرات والبوليمر حصل لها عملية اتنين ادانا مونيمرات احنا عائلين ان المونيمرات لما بتجمع مع بعضها بتدينا بوليمر وده العملية دي اسمها البلمرة السؤال الاول بيقول ما نوع العملية واحد اللي هي البلمرة او البناء بيقول ما اهمية العملية اتنين وهي تكسير البوليمرات لتحولها لاجزاء ابسط اللي هي المونيمرات ودي تعتبر عملية هم الأهمية بتاعتها لإنتاج الطاقة اللازمة لقيام الجسم بالعمليات الحيوية السؤال السادس يحتاج جسم الإنسان لطاقة للحفاظ على حيوية أعضاؤه أثناء الراحة بالزبط ما صورة الطاقة التي يستخدمها الجسم أثناء الراحة طيب انت هتقول لي أثناء الراحة هو هيستخدم طاقة طبعا ما انت عندك التنفس عندك كل الوظائف اللي الجسم بيقوم بيها أثناء الراحة برضو ما دي كلها بتحتاج لطاقة بس مش طاقة كبيرة مش طاقة هيبتدي يستخدمها من مخزون احنا لما الجسم بيبتدي يعمل تمارين يبتدي يستهلك لما يستهلك الجلوكوس بتاع الجسم وما يلاقيش جلوكوس يبتدي ياخد من الجليكوجين المتخزن في الكبد والإيه والعضلات حلو طب لو هو بقى أثناء الراحة مش هياخد من المخزون هياخد من العادي بتاعه اللي موجود في الATB وهنا بيقول لك صورة الطاقة هو هنا مش بيقول لك مصدر الطاقة كنا هنقول جلوكوس لكن هنا بيقول صورة الطاقة اللي الطاقة اللي انت بتحصل عليها دي هتكون في صورة ايه؟ هتكون في صورة ATB أثناء الراحة ما الأعضاء الذي يتدخر فيها جسم الكطة بوليمرات السكريات الأحادية الزائدة؟ طيب جسم القطة لهو قصد الحيوان قصده زيها زي الإنسان عنده سكريات أحادية زائدة يعني يقصد بيها ايه؟ الجليكوجين طيب الجليكوجين هيتخزن فين؟ هيتخزن في الكبد والعضلات اسحب الإجابة المناسبة من بين القائمة التالية وإفلتها في مكانها الصحيح لتكمل بيانات المخططة الذي يوضح تركيب الوحدة البنائية للبروتين يقصد من؟ الحمض الأميني مدينا هنا كربون متصل بهيدروجين ومتصل بمجموعة أمين قاعدة اللي باقي المجموعة الأولانية دي هتبقى طبعا مجموعة كربوكسيل اللي هي COOH الحامضية والمجموعة الثانية هتبقى مجموعة الأر أو مجموعة الألكايل السؤال التاسع ما وظيفة إعادة بناء اللي بيدات داخل جسم الكائن الحي؟ اختار إيجابتين واحد بيقول هنا مصدر أساسي لإمداده بالطاقة لا هو مش مصدر أساسي المصدر الأساسي ده اللي هو السكريات الأحدية بيقول توفير الطاقة للخلايا بصورة مباشرة لا برضو احنا قلنا المصدر مباشر للطاقة كان الجلوكوس ثلاثة بيقول حفاظ على درجة حرارة جسم الكائن الحي صح لأن احنا بنقول ان هو بيعمل كعازل حراري في أجسام الكائن الحي أربعة تدخل في تكوين أغشية الخلايا الحية صح لأن احنا عندنا الليبيدات منها الفوسف الليبيدات اللي بتكون الأغشية البلازمية والأغشية الخلاوية الأخيرة بتقول تدخل في تكوين الأحمد النوية لا ملهاش علاقة يبقى الإجابة هي الحفاظ على درجة حرارة الجسم كعازل حراري وتدخل في تكوين أغشية الخلايا السؤال العاشر فيما يختلف الإنزيم عن العوامل الكيميائية المحفزة إحنا قيلين إن الإنزيم بيتشابه مع العوامل الحفزة أو العامل الكيميائية المحفزة في إيه؟ في إن هو بيزيد من سرعة التفاعل ويدخل التفاعل دون أن يستهلك وبالتالي يقلل منطقة التنشيط طيب هنا بيقول لا يستهلك في التفاعل ماشي ده تشابه يقلل منطقة التنشيط اللازمة لبدء التفاعل ده تشابه له تركيب كيميائي عضوي لا ده الاختلاف لأن إحنا عندنا إيه الإنزيم إحنا قلنا إن الإنزيم دي بروتينات ودي بتبقى مركبات عضوية يبقى الإجابة الصحة له تركيب كيميائي عضوي سؤال 11 إذا علمت أن الرمز به يمثل درجة الحرارة المثلى لنشاط أحد الإنزيمات كما اتضح من نتائج التجارب الموضحة بالجدول ادرس الجدول ثم استنتج بدينا جدول وبيقول تدرج في زيادة حرارة الوسط ألف درجة الحرارة يعني ألف وبعدين به وبعدين جيم وبعدين دال وبعدين هي سرعة التفاعل كانت في به أعلى حاجة 33.9 وهو كمان قال لنا في الأول إن ال به دي درجة الحرارة المثلى يبقى عندها التفاعل أعلى حاجة وعندها نشاط الإنزيم بيكون أعلى نشاط طيب نرسم الرسمة بياني كده عشان نوضح الشكل قدامنا رسمنا هو الدرجة الحرارة وسرعة التفاعل ويعلمنا على به إن هو درجة الحرارة المسلم السؤال ألف بيقول من رمز الدال على درجة الحرارة التي يمكن أن يستعيد الإنزيم نشاطه بعدها بعدها تمام يعني بيقول إحنا عندنا إمتى الإنزيم بيستعيد نشاطه يستعيد نشاطه معنا كده أنه هو نشاطه قاله وبعد كده عايز يستعيده كفهمتو زي؟ طيب إحنا هنشوف درجة الحرارة المثلى عند به وإحنا قلنا إن درجة الحرارة لو نزلت عن الدرجة الحرارة المثلى أو زادت هيقل نشاط الإنزيم لكن لو كانت قلت عن درجة الحرارة المثلى يقدر الإنزيم يستعيد نشاطه لأنه ما حصلش تغير في تركيب البروتين لكن لو زادت درجة الحرارة عن درجة الحرارة المثلى كده الإنزيم مش هيقدر يستعيد نشاطه لإن حصل تغير في التركيب البروتيني بتاعه طيب يبقى إحنا كده فهمنا الرسمة الرمز بقى اللي يقدر الإنزيم يستعيد نشاطه هو مين؟ هنختار درجة الحرارة لقبل درجة الحرارة المسلة يعني خفضنا درجة الحرارة هتبقى عند ألف فهمتوا؟ السؤال به لماذا لا يستطيع هذا الإنزيم استعادة نشاطه بعد درجة الحرارة دال نروح عن درجة الحرارة دال هنلاقيها بعد درجة الحرارة المسلة احنا قلنا اللي بعد درجة الحرارة المسلة ما يقدرش يستعيد نشاطه ليه؟ لأنه حصل تغير في تركيبه البروتيني السؤال 12 ادرس الرسم البياني ثم حدد مدينا بناء باللون الأزرق وهدم باللون الأخضر والأفراد ومعدل التفاعل تمام مدينا هنا في A معدل هدم أعلى وفي C معدل هدم أعلى في B معدل البناء أعلى بيسأل لماذا يعبر العمود B عن طفل رضيع عمره 3 شهور B اللي هو معدل البناء أعلى من معدل الهدم اللي احنا عارفين أن الأطفال بيحتاجوا ليه في مرحلة النمو بيحتاجوا معدل بناء أعلى من معدل الهدم ليه؟ عشان يقدر يقوم بعمليات النمو للجسم اللي وديه بيوفرها عمليات البناء السؤال 13 يمارس صديق لك الرياضة لبناء عضلات قوية فأي مجموعة من الوجبات الغذائية تنصحوا بتناولها هو هنا بيعمل إيه؟ بناء بناء يعني بروتين يبقى نختار أكل في بروتين أنهي بقى اللي حوم منتجات الألبان والبيض نركز يا شباب لو قال لنا حصول على الطاقة يبقى دماغنا على طول تروح للكربوهيدرات والسكرية الأحدية بيقول مثلا لبناء يبقى ده على طول للبرتين السؤال 14 إدرس المخطط الذي يوضح إحدى العمليات الحيوية الهامة داخل خلايا الكائن الحي ندينا سكر سنائي اتحلل بقى سكريات أحدية وسكرية الأحدية حصل لها عملية قدتنا H2O سانيكسيدو الكربون وATB إذن حصل عملية أكسادة طيب ما العملية ما أهمية العملية ما نستعجلش في قرية السؤال ما أهمية العملية الحيوية التي يعبر عنها هذا المخطط طيب المخطط ده عملية هدم أو عملية تنفس خلوي أو عملية أكسادة الجلوكوز وطلع لنا طيب من وظيفة السكريات وهنا تحللت لسكريات أحدية من وظيفة السكريات الأحدية إيه إنها كانت بتنتج طاقة كانت بتنقل طاقة طيب ما أهمية العملية مندينا هنا نقل طاقة بناء جلوكوز لا طبعا هنا هنا مبيناش جلوكوز هدم الإيتي بي لأن الإيتي بي تكون التحلل والجلوكوز دي مش أهمية العملية أهمية العملية هي نقل الطاقة لأنه تكون عندنا الإيتي بي السؤال 15 ما الوحدة البنائية للمادة التي تخزنها البلاستيدات الخضراء بعد القيام بعملية البناء الضوي المادة اللي بتخزنها البلاستيدات هي النشا تمام الوحدة البنائية بتاعت النشا كنا قيلين اللي هي الألفا جلوكوز أو الجلوكوز